اهلا بكم الحفاظ على اللايقة البدنية يبقى تحديا كبيرا للكثيرين لكن يبدو ان الامر للامر افاق جديدة مع عصي وطبول على كرات هوائية لنتابع يتعذر البعض لعدم ممارسته الرياضة المنزلية بحجج مختلفة مثل عدم توفر المكان المناسب او العدة الخفيفة المساندة لاداء الرياضة فكرة جديدة وسهلة بدأت اخذ طريقها في الانتشار في الولايات المتحدة تعتمد على عصي وكرات المطاط الرياضية قرع الطبول المطاطية فكرة تبدو مرنة وخلاقة ولا تتطلب مجهودا كبيرا لكنها تمنحك صحة افضل اذ تدمج بين التركيز على الجسد والعقل في آن واحد إنه مزيج بين تمرين جسدك من خلال الحركات الرياضية وبين الموسيقى والإقاع الذي يتوصل مع دماغك روث سيدة بلغت الثمانين من عمرها تتمرن على وقع الطبول المطاطية مرة في الأسبوع على الأقل أما كاثي فلم تتوقف عن التمرين منذ أكتوبر الماضي إذا كنت قد فعلتها فالجميع يفعلوها هذا التمرين مبتكر ومختلف بدأت للتجربة ولا أستطيع التوقف الآن قرع الطبول المطاطية رياضة استحوذت على إعجاب كثر من الكبار والصغار حتى دخلت ساحات بعض المدارس والحديث أكتر عن هذا الموضوع عندما إلينا مدرب اللياقة البدنية رجائي نسيب أهلا وسهلا فيك منا رجائي أولاً هينك شو رأيك بهذا النوع من الرياضة؟ الرياضة جديدة قرع طبول على كرات مطاطية عن طريق عصي شو رأيك فيه؟ أبدأ فيه إفادي كمان الحلو في الرياضة هاي إنها مبتكرة وجديدة اللي بتدمج بين الموسيقى والتمرين الرياضي اللي عم بحاول يخلقوا جو جو اجتماعي جو مفيد للناس تشجعهم يعملوا الرياضة ويتابعوا إنهم يحافظوا على مستوهم البدني المفيد كمان في دمج الموسيقى بالرياضة بإنه عم نشتغل على إنه نشتغل على الجهد البدني بالإضافة إلى إنه منحسن التنسيق والتركيز التنسيق العقلي والعضلي والإيقاع والتايمينج الرياضة يعني والموسيقى عم نشوفها كتير عم تدخل بأنواع كتير رياضية الزومبا وغيرها من أنواع الرياضة لأي مدى الموسيقى عن جد بتساعدنا إنه إحنا نحسن من أداءنا الرياضي الموسيقى دورها كتير كبير في تحسين الإداء الرياضي في كتير دراسات ركزت على فايدة الموسيقى بإنها تحسن التركيز يتحسن المودي اللي هو المزاج وتحسن الإداء الرياضي لأنه بتعمل تحفيز المتدرب بتعطيه الطاقة اللي بتلزمه عشان يبدو الجهد أقصى وبالتالي يحرق كمية سعرات حررية أكتر نعم طب خلينا نحكي عن كتير أشخاص اللي هن بيكونوا بدهم ينزلوا بالوزن بس ما بيحبوا كتير أنه يمارسوا رياضة وبفضله أنه ممكن أنا أنزل شوي أكتر من السعرات الحررية بتناولها باليوم وما أقوم بالرياضة شو بتقول له هدول الأشخاص الحمية الغذائية السليمة المتوازنة أساس لتنزيل الوزن بس لا يمكن الاعتماد عليها لسبب واحد بفكر كتير سمعنا ناس كتير من الأصحاب اللي قالوا بتبعت حمية غذائية نزلت بالوزن كمية معينة بعدما وقفت والسبب بذلك أنه جسمنا بتكيف الجسم الإنسان بتكيف على كمية السعرات الحررية المعطيها فبأول فترة زمنية خلال نفترض أول شهر الجسم بيبدأ يأخذ الطاقة اللي بتحتاجه اللي بتنقصه من كمية السعرات الحررية اللي بناخدها من مخازن الدهون بعد فترة الجسم بيبطئ استعماله لمخازن الدهون وبصير يعتمد بس على كميات السعرات اللي احنا مندخلها اللي هي أوطى من إيش بالزمنا بالتالي بيصير الجسم كسول بيصير الجسم بيصيبه خمول وبيصيرت نتعب من أشياء بسيطة فبالتالي أهمية التدريبات الرياضية في هذه الحالة إنها بتساعد الجسم على زيادة النشاط بتساعد الجسم على إفراز الهرمونات اللي بتخلينا نستخدم مخازن الدهون في استخدام الطاقة في تعويض النقص هذا وبالتالي بنستخدم دهون أكتر ومنحرق سعرات حررية أكتر غير كمان موضوع الترهل يعني اللي ممكن يصير لما إحنا مننزل بالوزن قد مهم هنا نحافظ على الرياضة حتى الجسم يضلوا كمان مشدود لأنه شكل الجسم ما بيعد حلو يعني حتى إذا كان الشخص نحيف بس مترهل طبعا أهمية الرياضة بأنها بتساعد الجسم على الحفاظ على عمليات الهدم والبناء الحيوية في الجسم اللي هي عمليات الأيد لما نتابع الرياضة لما نمارس الرياضة بمتابعة جسمنا بيجدد الخلايا الجلدية بيخدد الخلايا العضلية اللي بيساعد الجسم على أنه كمان يكون مظهر ولائق رجائي أكيد من مجال عملك بتعرف أنه واحدة من أصعب الأمور بالرياضة هي الاستمرار يعني كثير أشخاص بيحبوا الرياضة وممكن يجوا بس أنه يستمروا لفترة طويلة ويصير جزء من حياتهم هون الصعوبة شو هي النصيحة اللي بتعطيها لكل شخص عم بيسمعنا حاليا حتى فعلا يداوم على موضوع الرياضة ويدخلوا على حياته الأهم إحنا بنتطلع على الرياضة والتغذية الصحيحة كلايفستيل كطريقة حياة مش كأشي اللي إحنا بنعمله لفترة معينة لأنه دائما في مبدأ اللي إحنا إيزي كم إيزي كو زيان بقوله الناتج المصالة بسرعة نعود نرجعها بتخسرها بسرعة فلازم نتعود على نمط حياتي اللي هو مبني على تغذية سليمة اللي مبني على استمرارية في عمل الرياضة دائما في عنا يعني كل ما الناس تقول مشغولة بقولهم في كيف تلاقوا نص ساعة في اليوم كيف تلاقوا الساعة معيش وقت الكل بقول دائما معيش وقت نتطلع على الوقت المنضيع ويمين وشمال إلا نلاقي وقت معين لأنه لجسمنا لأنه هذا شيء كتير مهم لإلنا عشان نقدر نحافظ على جسمنا هلأ الاستمرارية كتير مهمة لأنه هي اللي بتحافظ على النتائج فعلا بعدين منلاقي النتائج على صحتنا على شكلنا على لياقتنا على كل شيء هو فعلا بعد فترة معينة بتصير ما تعود تقدر تتركه يعني بس بدك تدخل تبدأ بالشيء هي هاي الفكرة أنه بعد فترة معينة بصير جزء من حياتك بتبطلت فكري كيف بتفيع تتربى كاسة قهوة الصباح بصير عندك تدريب أنه والله اليوم عندي تدريب بلقي له الوقت طبعي شو أكتر الأخطاء الشائعة بممارسة التمارين الرياضي أول إشي أنه الناس بتركز على النتائج السريعة وهذا إشي اللازم الناس تنبيه عليه كتير أنه إحنا هون نطلع على عملية طويلة نطلع على بناء جسم على ترتيب صحة فبالتالي اللي لازم نستنع لازم نطول بالنا لازم نقولش أنه بدي والله ريزالتس خلال شهر ولا خلال شهرين بدنا نطلع على عملية طويلة الأمد واحد ثاني إشي قلة الخبرة قلة الاستشارة اليوم في التكنولوجيا متوفرة بكل محل كل واحد بيقدر يطلع على الانترنت يشوف إيش أحسن تمرين بناسب وضعه الصحي بناسب جيله بناسب حالته الجسمية وعلى أساسها بيقدر يستشير في كتير مدربين رياضيين وفي كتير ناس اللي بتفهم في المجال هذا اللي بكل بساطة ممكن نستشيرهم وممكن نطلع على الانترنت ونعرف إيش ما نعمل لأنه كتير سيهل واحد يقزي حاله لما يعرفش إيش بعمل فعلا أنا بدأ أشكرك على وجودك معنا على كل هذه النصائح القيمة مدرب اللياقة البدنية رجائد سيبو شكرا جزيلا إليك شكرا إليك مجاهدين على حقا تتابعون اليوم مظلة فلسطينية ذكية شكرا إليك